خمس وزارات في العراق ترمي بمخلفاتها في مياه دجلة لتزيدها تلوثاً فوق تلوثها في البلد الملطخ بالفساد الحكومي ملخص لتحقيق صحفي جديد أزاح الستارة عن بعض خبايا الفساد الحكومي الذي يصعب حصره ملخص هذا التحقيق أن المياه التي توفرها أمانة بغداد لسكانها غير صالحة للاستهلاك البشري كاشفاً عن حجم الملوثات التي تضخها أنابيب منشآت حكومية في مياه دجلة يومياً وزارات الإعمار والإسكان والكهرباء والصحة والنفط والصناعة والمعادن بالإضافة إلى أمانة بغداد تذهب مخلفاتها الثقيلة إلى مياه دجلة بأكثر من 17 مليون متر مكعب من هذه المخلفات سنوياً بحسب وزارة البيئة التحقيق اعتمد بشكل أساسي على تقارير طبية وتحاليل مختبرية لعينات من مياه نهر دجلة بيّنت بأن تلوث المياه ساهم بارتفاع نسب الأمراض السرطانية وأمراض أخرى تراوحت ما بين جلدية ومعدية في صفوف العراقيين كما أن طرح المخلفات الثقيلة في مياه النهر دون معالجة خاصة يرقى لجرائم جنائية وفقاً لمختصين في مجال البيئة في جامعة الكرخ ببغداد إحصاءات وزارة التخطيط التي تعود لعامي 2017 و2018 كشفت ارتفاعاً ملحوظاً في نسب الأمراض التي يسببها تلوث المياه مثل التيفوئيد والكوليرا والفشل الكلوي تقول التقارير الحكومية إن نسبة التلوث لم تتغير منذ بضع سنوات ورغم الوفرة المائية لمياه دجلة هذا العام فإن تلوث باق كما هو مشكلة تلوث المياه لم تؤثر بالسلب على سكان وسط وجنوبي العراق فقط بل تعدى ذلك إلى ضرب الثروة السمكية العراقية في مقتل فما يجري بين الحين والآخر من نفوق جماعي للأسماك دليل واضح للعيان على أن تلوث نهري دجلة والفرات يتفاقم مثل تفاقم الفساد الحكومي وتغوله في كل مفصل من مفاصل الدولة